أهلا العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة ولو بطلت تحلم تموت لو عفرت ممكن تفوت والحقيقة إن واحد من الفروق الأساسية ما بين الإنسان وأي حيوان هو قدرة الإنسان على الحلم قدرة الإنسان إنك تخرج بر حدود الواقع بتاعك وتحلم ما تهلوس لكن يا ترى حلمك كمواطن بسيط قاعد في شاقتك بتتفرج دلوقتي على التلفزيون هل زي حلم حد من كريمة البلد هل حلمك يا مدام وانت قاعدة دلوقتي بتلمي كاناليس ولادك أو بتستعدي للسنة أو بتقشري بصل عشان تطبخي العيال هيبقى زي حلم واحدة زي ياسمين صبري لا طبعا صعب قوي ياسمين صبري اللي كتبت على صفحتها على الإنستجرام عبارة بسيطة جدا احلم الست كتبت العبارة دي احلم اهو القصة وما فيها يعني ببساطة هحكيها لك دلوقتي لكن يا ترى ايه نوعية احلام الطبقة المخملية اللي سكنة في العلالي هل احلامهم شقة ملك مطرحين مصالة مثلا ولا احلامهم عربية لادة تنقذهم من زحمة المواصلات اكيد طبعا لا حلم ياسمين صبري كان عربية رولز رايس تمنها عدل عشر مليون جنيه ده غير اي حاجة تانية عربية الواحد ممكن يفصل بدلة يفصل قميص على مقاسه تفصلي فستان لكن عربية متفصلة زي اللي انت هتشوفها دلوقتي دي عربية بمواصفات خاصة رولز رايس جاية من انجلترا رأسا دي العربية دي حضرات متفصلة بمقاييص خاصة لياسمين صبري واحد هيقول لي بطل تنقع الناس بقى واحدة يا اخي ربنا اداها ايوا اداها ايه بقى لحظة واحدة ربنا اداها ايه ماشي واحدة ربنا اداها وجوزها غاني المانع ان تشتري لنفسها ايوا سوري تشتري لنفسها ولا جوزها اللي يشتري لها المانع ان جوزها يشتري لها عربية زي دي وتتمتع بفلوسها وفلوس جوزها الحقد الطبقي ده هقول لك عندك حق من حقها تشتري لنفسها فيه وان جوزها يجيب لها اللي هي عايزة لكن ده مش مربط الحمار سوري مش مربط الفرس مربط الفرس ان الفنانة اما عاشي بيقول عليها فنانة ليه لكن ان هذه الانسة المشهورة وجزها البعشة بالقانون المفروض يدفعوا تمانية مليون جنيه جمالك انما لسبب وجيه جدا هقول لكم عليه تم اعفاء هذه الانسة جدا من التمانية مليون ايه وجزعة بجرة الم اتعافوا بجرة الم ما دفعوش الى بعض المصروفات اهي ادي الصورة بتاع الاعفاء الجمركي بتاع العربية الجامدة جدا اللي صديقي مصطفى قال عنها جملة جمدة جدا اهو دي العربية ماشي على كل حال صديقي قال لي كده بقت ياسمين صبري كملت المجموعة مصطفى قال لك لتنين بقم اجمد من بعض ياسمين والعربية طيب اكيد الدنيا تقلبت لما انتشر الخبر اكيد الدولة اللي لسه معينة حالا لوه للرقابة الادارية واجبر راس فيها خليها راس بيتكلم على الفساد للنهار اكيد هيحققوا في الموضوع ويحاسبوا الشخص اللي ضيع على الدولة مبلغ تمانية مليون جنيه لكن الحل المفاجئة يا حضرات المفاجئة يا حضرات ان اللي تحول التحقيق مش الشخص اللي عدت تمانية مليون جنيه اللي تحول التحقيق شخص تاني خالص اللي تحول التحقيق مجموعة موظفين تحولوا للتحقيق بتهمة تسريب مستند سيارة ياسمين صبري ده الخبر تم تحويل مجموعة موظفين على التحقيق المرور تحقيق الموظفين للتحقيق بتهم التسريب مستند سيارة ياسمين صبري دي صورة المستند يا حضرات وبعدين مسكوا الموظفين ودي صورة العربية الجامدة جدا مسكوا الموظفين حقاوا معهم يعني على رأي المثل اللي مقدرش على الحمار اتشطر على البردعة سبت الحرامي اللي عد او ما دفعش 8 مليون جنيه ورئيس مصلحة الجمارك اللي سهل ده ومسكت في الشخص اللي كشف الفساد وطلع المستند الفضيحة لكن مش عايزك تستغرب يا باشا لان الموضوع مش موضوع الفنانة المشهورة وجميلة الجميلات لا ولا حتى الباشاوات بتوع الجمارك اللي عادوا 8 مليون ان الموضوع ان ياسمين صبري هي مرات احمد ابو هشيمة رجل النظامي الاول واحد من اقرب رجال الاعمال اللي تحلفوا مع الاخوان وتحلفوا مع العسكر على كل لون يا باتستا مع دولة العسكر اتحالف في كل حاجة من الحديد للاعلام ومن السياسة للاقتصاد عشان تصدق شوف دورة ابو هشيمة في تكوين الازرع الاعلامية للسيسي افتكر معا الخبر القديم ده عن ابو هشيمة وايجي الكابيتل اهو ما هو دورة ابو هشيمة في صراع ازرع او في صراع ازرع السيسي الاعلامية خد بقى الخبر التاني بتاع ايجي الكابيتل اللي استحوزت على حس ابو هشيمة في اعلام المصريين انتو عارفين ابو هشيمة بدأ بانه اشترى اون تيفي من نجيب سويرس واشترى مجموعة قنوات تانية بعد شوية بقى هالايجي كابيتل ده كان دوره في الاعلام لكن ما خاف يا اعظم كشف دور رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة في سرقة وقرصنة قنوات بي ان سبورت لو انتو فاكرين فضيحة هزت العالم في ان قنوات بي ان سبورت وبتزيع كاس العالم 2018 في روسيا تم خرصنتها ابو هشيمة ابو هشيمة كان هو اللي ورا القضية دي وده اللي كشفته الجزيرة في تحقيق كان اسمه ما خاف يا اعظم يكشف دور رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة في قنوات بي ان سبورت احمد ابو هشيمة نفسه مول حزب سياسيا بقى اسمه مستقبل وطن مولوا كده حتى لا تمولوا اجهزة مخابرات اجنبية كما يقول الخبر رجل الاعمال مولت حزب مستقبل وطن حتى لا تمولوا اجهزة مخابرات اجنبية يعني الراجل خلاص امن بمبادئ واجندة مستقبل وطن خلصت على كده فراح مول الحزب ده حلو جد بس بعد شوية احمد ابو هشيمة قال له ادي احمد سيبك من مستقبل وطن زي ما سيبتك من الاعلام قالوا له اول لمسك الاعلام مسك الاعلام وبعدين اقوله سيبك من الاعلام روح مستقبل وطن راح مستقبل وطن اقوله بس سيبك من مستقبل وطن روح لحزب تاني بقى احمد ابو هشيمة انضم الحزب اسمه حزب الشعب الجمهوري وفي الحزب ده كان دوره كومبارس في انتخابات مجلس الشيوخ وقادل خبره احمد ابو هشيمة بيقولك ان الحزب متواجد ب27 محافظة وهدفنا خدمة الشعب مصر مش هترجع تاني لما قبل الثورة ومش داخل السياسة عشان استفيد وحياة الصوت الواحد خطر علينا كلنا حزب مستقبل وطن هو الحزب الرئيسي في القصة دي لكن حزب الشعب الجمهوري بيلعب دور الكمبارس لمحافظة بيلعب دور محمود المليجي في الافلام بيلعب دور توفيق الدين اللي يتضرب من البطل اذا ان الحكاية حضرات مش حكاية حلم بتحلامه ياسمين صبري وبتسعى انها تحققه الحكاية ان في مصر طبقة فيه طبقة جدا احلامها بتتحقق بمجرد انهم يتمنوها عشان ايه بقى مش عشان احسن منك ولا اجمل منك عشان معهم السلطة والمال والنفوذ وعشان بينافزوا اللي بيتقلوهم وان رغم ان معاهم كل ده برضو بيحققوا احلامهم بالفساد والمحسوبية والسرقة لكن اغلب الشعب البسيط احلامه ابسط من كده بكتير احلام الشعب البسيط حلم زي حلم اهلين افضوميات اللي كل حلمهم ان الدولة مش تشير عنهم تمانية مليون جنيه زي ياسمين صبري لأ حلمهم انهم مايفرضوش عليهم درائب ملهاش اي لازمة زي الدرائب اللي عايزين يفرضوها عن نور اللي بيولقوه ليفط المحلات بتاعتهم اللي بيأكلوا منها عايش ظلام يكتاح دميات رفضا لفرض رسوم على لوحات المحلات اي محل في الدنيا حضرات بيحط بقى لوح وبيحط انارة للوح دي محلات دميات اتفرض عليها رسم على اي محل يولع نور البتاع بتاعته بص طفوا الانوار وسبوها ظلمة لانه عليهم رسوم لا لرسوم اليفط محلات دميات بعد ما دميات فلسوها وقعدوا على تلها نظام السيسي جايين على دميات يفرضوا عليهم يفط على النور بتاع المحل او الفترينا زي ما انت شايف كده كده الزبون يشوف ايه هات بقى البوس ده من اقوله عشان الناس تفهم صغروا شوية ظلام اهو محلات دميات بلا اضاءة اصحاب المتاجر بسوق مباني ميان مش عارف ايه ميدان صور في المدينة الساحلية يطفقون انوار لوحاتهم اعتراضا على فرض الحكومة رسوما عليها المواطن عندنا للأسف مبيلحقش يحلم لانه محطوط في طحونة من قرارات الجباية اللي بيطحن فيها السيسي الناس ليه النهار شوف كده صوت طحن المواطن شوف كده معايا هات كده اهو طحن المواطن رسوم على طلاب الجامعات الراسبين تصل الى 12 الف جنيه خصم واحد في المئة من اجور العاملين رفع اسعار تسكرة المترو الانفاق لـ 12 جنيه تغريم 54 مليون ناخب 500 جنيه زيادة الرسوم القنصلية خفض وزن الرغيف الخبز المدعوم حتى يفت المحلات الخلاصة يا حضرات ان احلام المصريين مش زي احلام ياسمين صابري احلام المصريين بسيطة قوي لا طيارة خاصة ولا عربية احدث موديل احلام المصريين ببساطة ان شقة عمرهم اللي اتغربوا عشان وحطوه في شقة ما تجيش الدولة تهدها على دماغهم وترميهم في الشارع احلامهم انهم يركبوا مواصلة ادمية جدا تمانها ما يزيدش اضعاف اضعاف ما بيتزيد مرتبتهم احلامهم انهم يلاقوا رغيف عيش محترم يكلوه مش يحلفوا عليه لكن احلامهم كمان ان مصانعهم ما تتبعش بطراب الفلوس فيترم العمال في الشوارع عشان البشوات يبدو مصنع يحتكر السوق رغم انهم هم اصلا دفعين ضرائب تمن كل ده بالضرائب والجباية بلاش كده احلامهم ان يبقى عندهم كرامة في بلدهم ما يتهنش المواطن او المواطنة من مغبر او ظابط لمجرد ان شكل المواطن مش عاجبه لكن لو عايز الحق الحلم الحقيقي المصريين بجد هيتحقق بجد يوم ما يصحو الصبح يلاقوا السيسي والصبت اللي نهبين البلد غاره في ستين داية تاخدهم عشان الشمس تطلع تاني عليك يا مصر وعلى رأيي الراجل اللي كتب يا مصر قومي وشد الحيل كل اللي تتمنيه عندي لا القهر يطويني ولا الليل امان امان بيرا مفندي رفعين جباه حرة شريفة بسطين ايادة قد الفرد نقصين مؤزن وخليفة ونور ما بين السماء والأرض يا مصر عودي زي زمان ندها من الجامعة الحلوان يا مصر عودي زي زمان امان امان بيرا مفندي الدم بيجري في مية النيل والنيل بيفتح على سجني والسجني يطرح غلة وتيل نجوع ونتعرى ونبني يا مصر لسه عندنا كتير لا تجزعي من يأس الغير يا مصر ملوق لبنا الخير وحلمنا ورد من الدي امان امان بيرا مفندي